وفي فرق بين المحبة كأمر أنا باخده من الله لأنه هو يعطيه لكل إنسان والعلاقة مع الله العلاقة مع الله المحبة التي تتوقف على العلاقة مع الله الله يحب الإنسان سواء في علاقة بينه وبينه أو ما فيش علاقة بينه وبينه نلاقي مثلا في المثل المشهور في إنجيلو عصح 15 الابن الضال الذي أخذ ثروة أبوه ورح بددها وبعد ما بددها رجع مرة تاني للأب الأب كان يحب الإبن وهو في البيت قبل ما يخرج ويحب الإبن وهو في الكرة البعيدة وظهرت هذا المحبة عندما عاد الإبن فوج أو أحضان أبوه المحبة موجودة لكن العلاقة بين الإبن والأب كانت مقطوعة وهي في البيت وكانت مقطوعة وهي في الكرة البعيدة عندما أراد الإبن أن يعود إلى العلاقة بسبب الحب الموجود في قلب الآب العلاقة عادت إذن عايزة أقول لكل واحد لم يعرف حب الله إلى الآن تستطيع أن ترجع إلى علاقة حية مع الله بغض النظر عن مستوى بعدك عن الله بغض النظر عن مستوى خطيتك وحتى لو أنت كنت تكلمت كلمات لا تليق عن الله عايزة أقول له ما زال يحبك لأنه هو في الحب وهو يعرف قيمتك الغالية أنت إنسان أنت صنعت يديه ارجع مرتين إلى العلاقة مع الله فتستمتع بالحب